نرجع تاني يا أولاد لقائمة منتخب مصر المبدئية على الطاقة لحضراتكم منذ لحظات وقلت لكم هي دي القائمة اللي هيختار منها الكابتن حسام حسن قائمته النهائية بكرة لمعسكر دبي أي اسم خارج هذه القائمة مش هيبقى موجود بكرة وقلت لكم إنه هيتقبل إعفاء محمد صلاح من المعسكر القدم محمد صلاح مش هيبقى موجود في تفصيلها بس صغيرة قد كده والله ومش انتقاد أوزع على أي شيء زي ما قلت في البداية كابتن حسام حسن حر حرية مطلقة في اختيار كل الأسماء اللي هو عايز النقطة الصغيرة دي إيه كلنا عامين نتكلم عن الأداء الرائع جداً اللي بيعمله مصطفى شبير مع النادي الأهلي منذ توليه حراسة مرمى النادي الأهلي بعد إصابة محمد الشناوي ومن الموسم اللي فاتحت لما اصاب محمد الشناوي ولعب مطش الوداد الزهاب وكسر الدنيا ولعب السنادي مطش الشباب والزداد في الجزار وكسر الدنيا لعب مبارح مطش الأهلي والزمالك نهاية كاس مصر وكسر الدنيا في وسطهم مطشات كتيرة عملها بشكل حلو أور مصطفى شبير مش في قائمة منتخم مصر ولا المبدئية ولا هيبقى موجود بطبيعة الحال بكرة أنا قابلي ماجي طيب بالمناسبة بسي الأول عشان أشرح لك حاجة إدارية كده القائمة المبدئية دي دي القائمة الرسمية المبدئية اللي بيرسلها الكابتن حسام حسن للجهاز الإداري عشان يخلصوا إجراءات السفر والموفقات وحاجات كده إدارية فدي اللي كاتبها الكابتن حسام حسن دي الأسماء اللي كاتبها مش توقع أو حاجة يعني مثلا إيه بنجود دي القائمة نصا اللي كاتبها الكابتن حسام حسن طيب الإجراءات الإدارية دي إيه الكابتن حسام حسن بيبعت من بدر الأسماء عشان تبدأ الحاجات الإدارية دي تخلص فيبدأ يختار إيه يقلل منهم وياخد اللي هو عايزه يعني يخلص الـ 52 لاعب دول إجراءاتهم وبعد كده ياخد اللي هو عايزه وياخد 25 ياخد 30 لاعب اللي هو عايزه بس نخلص من بدري الحاجات الإدارية التأشيرات والجوازات والموافقات من جهة الإدراءة والتفاصيل كتيرة كده سألت أنا بقى هو ينفع كابتن حسام حسن لو عجبه لاعب في الفترة دي ينفع يخش في الإجراءات الإدراءة دي لما بعوتها من بدري ويحصل فيها تعديل ولا لا اتقالي التالي آه ينفع في حدود معينة يعني ما يجيش مسا يقول ليه أنا عايزة غير القايمة كلها واحد اتنين والإجراءات بتخلص بسرعة وتقالي برضو انه لصالح منتخم مصر كل حاجة بتخلص بسرعة في العادي يعني فكان ينفع فكان ينفع كان ينفع كابتن حسام حسن يدخل مصطفى شبير القايمة ماشي نقول مثلا كابتن حسام حسن رأيه انه مصطفى لسه ايه امكن يبقى محتاج ياخد مباراة تاني او كابتن حسام حسن رأيه انه في حراس مرمى في الدورة افضل من مصطفى شبير رأيه حر بالمناسبة يعني تماما الرأي بقى بتاعنا وقلت على النادي الاهلي وبقوله على منتخم مصر وبقوله على النادي زي ما قلوه على كل الفرق اللي في مصر انا بشامشم على الحراس الصغيرين انا نفس اشوف حراس في الدورة المصري صغيرين بياخدوا مكانة كويسة احنا الحارس عندنا عشان ياخد مكانة كويسة مع فرقته او مع المنتقب لازم يكون كسر التلاتين لازم دي قاعدة يبقى خلاص بقية تعودنا عليها كده ويبدأ مسيرته الرائعة وعنده تلاتين سنة يقولك الله الحارس ده عظيم بدأ امتى ده يا جماعة تلاتين سنة بدأ ينور تلاتين سنة ليه فاللوقتي مصطفى شو بيلي عنده 24 سنة انا كان نفسي كابت حسن العسل يعمل ايه ياخدوا حارس ثالث ياخدوا حارس رابع لو ياخد اربع حراس ومسافر حطوا في المنتخب حطوا في الاجواء كسبنا حارس دولي جديد مش شرط يلعب بس يعيش الاجواء يعيش التمرينات يعيش افكارك عشان كل ما يبقى عندك عدد كبير من الحراس الصغيرين انت كسبان في المدد الطويلة كان نفسي بصراحة يعني بس مرة اخرى كابتن حسام حر في اختصار هضلك الرأي كل شوية عشان دايما يا جماعة الرأي ده لازم يتقلب السيغة دي قول رأيك في العيبة وقول رأيك اللي انت عايزه بس ما تفردش ما تقولش انت لو ما خدتش مصطفى شو بير تبقى مدرم ما تعرفش حاجة لا ازاي يا ما ممكن يكون شايف في حارس تاني حاجة تانية احنا مش شايفان هو لايب امس اول جنو اتكاما